أنه في الفترة الفاتت أول ما جينا كان في تجربة ثرة تجربة جميلة جدا جدا حاولنا جمعنا بها المهندسين السودانيين الموجودين بداية العمل بتاعهم ذاته بتين المهندسين السودانيين اللي عملوا في المملكة العربية السعودية يمكن يكون من الستينات بدري من بدري يعني من بداية التطور في المملكة بدوا الأجيال اللي هي أهبعنا وقبل أهبعنا المهندسين جاءوا واشتغلوا في البنية التحتية الموجودة من شوارع من طرق من أنفاق من كهرباء وكذا يشتغلوا في المملكة وقدموا إسهامات كبيرة فإحنا جئنا على إرث وعلى سمعة طيبة خلفوها لنا المهندسين السودانيين الأوائل الموجودين وأرضية صلبة ولجينا أنه يعني أنا أنا والله بنتهز الفرصة وبشكر الهيئة السعودية للمهندسين ده جسم سعودي يعمل عمل ضخم جدا في تنظيم مهنة الهندسة في المملكة وإحنا كلنا معظم المهندسين هم أعضاء في الهيئة السعودية للمهندسين برجع لنقطة أنه أول ما جينا رتبنا نفسنا كمهندسين سودانيين وأسسنا جسم كبير وباتماعات في مختلف مناطق المملكة ووقعنا اتفاقية بتاع التعاون المشترك مع الهيئة السعودية للمهندسين في الملتقى الهندسي الخليجي السادس عشر 2013 برعاية الملك عبد الله رحمه الله ده كانت انطلاقة حقيقية للمهندسين السودانيين في المملكة تحت ظل الهيئة السعودية للمهندسين